السلام عليكم في هذا الفيديو سنريك طريقة فعالة ومضمونة مئة بالمئة لكي تميز بين زيت الزيتون الحقيقي والزيت المغشوش مع ارتفاع سعر زيت الزيتون في الأسواق يقوم بعض الباعة من منعدم الضمير بالغش في الزيت إما بخلطها بزيت المائدة الرخيصة الثمن أو بمواد أخرى قصد تحقيق الربح لدينا هنا ثلاثة أنواع من الزيت ونريد أن نعرف من المغشوش منها ومن الحقيقي إليك الطريقة نقوم بسكب كل زيت في وعاء أو كأس نضع الكؤوس في مبرد الثلاجة لمدة 24 ساعة بعد مرور الوقت نقوم بإخراجها من المبرد الكأس الأول تجمد الزيت وتحول إلى مادة صلبة تشبه الصابون ويصعب اقتلاعها وهذا دليل على أنه زيت حقيقي لم يتعرض للغش الزيت الثاني نفس الشيء حقيقي وغير مغشوش لأنه تصلب وأصبح كالصابون الزيت الثالث تجمد لكنه لم يتصلب وأصبح رخوا كالمربى ويسهل اقتلاعه وهذا يعني أنه زيت مغشوش أضيفت له بعض المواد وغالبا أضافوا له زيت المائدة الرخيص الثمن خلاصة القول إذا كنت تريد أن تعرف هل زيت الزيتون مغشوش أم حقيقي ضعه في مبرد الثلاج لمدة 24 ساعة إذا تصلب وأصبح كالصابون فهو حقيقي وإذا أصبح رخوا كالمربى فهو مغشوش